عايز اخد رأيك في نقطة ويمكن كنت بتتكلم تقريبا مع كابتن عادل وكابتن اسامة لقدر الله له هاني مسلا ملحقش. بديل الام سلي مين? في الحتة دي. اه. يبقى هو لان رغم العبقة كتير في في الحتة دي وفي حمد فتحي وجيد ان هو هي في لان انت هتبقى محتاجت. انا من رأيي حسين الشحان. لان انت انت عارف طبعا حسين اصلا باكي مين? انا رأيي ان هو عشان الحتة الدفعية بس. عشان يبقى عندك لازم بذات الاتنين اللي بكين يا كابتن هاني انت عارف طبعا لازم بيبقى عندهم القوة الدفعية الموجودة. لان دايما انت بتلعب على عمصر فعال او في الفريق المنافس. بيبقى. لا مش بنشارع. هي ان كان وزيدوا. يعني هما اللي عندهم يعني عندهم عناصر كويس. طبعا. اكيد. ومحتاج اللي يلعب قدامه ده لازم بلعيب قوي جدا دفعية. دفعية. فاحسين عنده النواحة الاربومية تبقى اقوى بكتير. فاعتقد ان الافضل بالنسبة لنا يا حمد فتحي. او. او رمي ربيع. رمي اللي يعيب المكان ده كتير. اللي يعيبه كتير وهجاد فيه في البكرة. يلعب بس ما يبقاش عنده نواحة يا جميع. يلتزم. بقى فيه خطة يعني فيه فيه تعليمات يعني خاصة به. احنا طبعا كل ده بنتكلم ان شاء الله هاني يلحق بيزيزا يعني احنا بنتكلم ان شاء الله هاني يلحق ويكون جاهز لان هاني زي ما انت بتقول في اعلى مستوياته بصراحة يعني.